عادة ما نحتاج لقصة الصورة لأي سبب كان للحصول على معلومات ما لقصة الصور نذهب الى او نضغط مفتاح C انظر وحدد لك المنطقة كلا تستطيع ان تصغرها منها مباشرة او تستطيع ان تقف هنا وتضغط ماوس ثم تسحب ضغط زر الماوس وتسحب انظر ان اخترها المنطقة لهذا المنطقة اذا اقتطعها انظر يقل لي كيف تلان تقطع rational اذا اقطعها 4 في 5 سيحول طريقة التقطع هي 4 في 5 تستطيع ان تختار طريقة المتوفرة او تستطيع ان تختار طريقة التخصة مثلا انا لا اريدها هكذا بشكل طو color اذا اجبلك العرض فاء اقطع هذا المفتاح هنا كيف تكون طريقة العرض للمنطقة المقطوعة مثلا اغريد او اي شيء او هالطريقة العرض استطيعنا اسحب المنطقة اقطعها. اضغط بالمس واسحبها وحركها. طبعا هناك شيء اسمه Auto Size او Auto Show Overup. هاي افضل انه انه انت في الوضع الحالي غير موجدك انه ما تقف عليها يعرض لك Auto Craping. الآن عندما اتحفظها اضغط Save. لا اهملها اضغط Cancel او اتراجع اضغط بهذا الشكل. اضغط Save وضع لهذه الصورة بهذا الحجم الجديد في Background 1. دعني اتراجع. الآن اريد ان انا نفذ عمليات اخرى. ما هي ال Pixel او ما هي ال Delete Pixel. انا اختارت هذه. والآن انا افعل Delete Pixel. لو ترى عندما اختارها تلقائي اعملك Background لها. عندما اضغط Save سوف يحذف لي كل ال Pixel الاضافية. الآن ارجعت اريد احرك لا ارى ايه Pixelات اضافية. لماذا لانه الفوتوشوب تلقائيا حذف لي ال Pixel التي خارج منطقة القطع. اما في حين. اناولوجية ضغطت هذه لات كراب وضغطت لها ايش. زلت هذه الاعلامة. واختارت هذه المنطقة مرة اخرى. انظر الفوتوشوب لن يعمل لي Background 1. لماذا لانه لن يحذف Delete Pixel اللي. اللي سوناها Crap. يعني عندما ضغطت هنا. وضغط بال Mouse Move. استطيع ان يحرك لي ارى بقية الاجزاء. لانه لن يحذفها بقاها. لان هذه الفرق بين Delete Pixel او Android Pixel. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة